في استهداف متعمد نبت تكرر في عدة مناطق شمال وشرق سوريا قصف الاحتلال التركي حافلتنا تقل إدارية في هيئة الدفاع التابعة للإدارة الذاتية أسفرت عن فقدان سائق الحافلة لحياته وإصابة أحد مرافقيها وذلك أثناء قيامها بأعمالها الروتينية في بلدة عين عيسى قوات سوريا الديمقراطية أكدت في بيان أن الاستهدافات المتعمدة والمتكررة لعناصر الأمن والإداريين والمدنيين في شمال شرق سوريا من قبل الاحتلال وفصائل الإرهابية لم تتوقف منذ بداية العدوان في التاسع من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2019 مشيرة أنها أودت بحياة العديد من المدنيين والعسكريين مع ما رافقتها من نزوح للهالي إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بممتلكاتهم البيان دعا كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا باعتبار بضامنتين لإعلان وقف اطلاق النار ممارسة الضغوط على الاحتلال التركي وألزمه بتنفيذ تعهداته بما يضمن سلامة المدنيين وموظف الإدارة الذاتية لأداء أعمالهم وتوصلت واشنطن وموسكو مع أنقرة لعمليات وقف اطلاق النار بشمال وشرق سوريا في السبع عشر والثالث عشر من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2019 في اتفاقيتين منفصلتين عقدة الأولى في اسطنبول والثانية في سوتي قصد اعتبرت أن أي خرق للاتفاقيتين هو انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب وفض النزاعات وأكدت أن حماية أروح الناس ستعتبر وفق بنود الاتفاقيتين مسؤولية أخلاقية وقانونية للأطراف الضامنة لهما وفي تغريدة على تويتر يوم الجمعة الماضي جدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تعوته لكل من الولايات المتحدة وروسيا القيام بواجبهما وإيجاد آلية لإيقاف خروقات الاحتلال التركي وحماية سكان مناطق شمال وشرق سوريا